موسيقى مشاهدينا بدي حيكم مع الحل عنا دايما عبر الام تي في ومثل العادي نتلاقي اتصالاتكم على 044444444 والبداية مع المعلومة معلومتنا اليوم بتتعلق بالماء مؤسسة ميه بيروت وجبل لبنان ببيان صدر عنا اليوم بتقول انه بسبب عطل طرق صباح اليوم على خط الـ 1200 يلي بتغذى من محطة دبيا الرئيسية ويعمل على توريد المياه الى محطات ساحل المتن وخزانات تلت الخيات وبرج أبي حيدر تأسف مؤسسة ميه بيروت وجبل لبنان لقطع المياه عن المناطق اللي بتتغذى منها المحطات والخزانات وأوضحت انه باشرت بأعمال التصليح وأملت في إعادة توزيع المياه كالمعتاد صباح غد السبت في 4-1-2020 يعني هيك الناس تعرف انه اذا ما اجت الماي اليوم بسبب هذا العطل على أمل بكرة بيرجع الماي كالمعتاد إذن يلي مؤثرين هنه ساحل متن الشمالي وثالت الخيات يلي بتغذوا من خزانة ثالت الخيات وبرج أبي حيدر متابعات بمتابعتنا برح تلاقينا اتصالات من أحد المضمونين في ضمان جوني بيقول انه كنا كل 6 شهر يأخرونا لنقبض مستحقات طبعا الفوتير ولكن هالمرة على 11 شهر وانه شو كل فاتورة كل 11 شهر حبيت مع بداية السنة كمان اني اسأل عن هذا الموضوع مع المزير المالي ورئيس دوان في مدرية العامة لصندوق الوطني لدماء الاجتماعي الاستاذ شوي ابو نصيف كل سنة وانت سالم شكرا اني نعاد عليكم وعليكم يا رب تعرف اليوم يعني دوى شيء أساسي والمضمون كمان فتعودت الناس انه يتأخر شوي استرداد اذا بدي اقول مستحق هالمرة من جوني التأخير 11 شهر بدل 6 شهر هل فقط بجوني او في مشكلة بإصدار تشيكات او شو الموضوع استشوقي حتى نقول للمواطنين المضمونين نعم مادام رابيكة متل ما حضرت يبطار فيه وكل الناس صاروا يعرفوا انه ضمان الاجتماعي فيه مشكلة كبيرة بالموارد البشرية يعني ضمان اليوم صار عم يشتغل بأقل من نصف العدد المفروض يكون موجود فيه وهذا عم ينعكس سلبا عكل الأداء بكل المكاتب يعني التأخير هو بكل مكاتب الضمان مادئيا خصوصا بالأماكن اللي فيها كسافة سكانية المناطق بيروت وجبل لبنان تحديدا مكتب جوني يمكن اكتر من غيره عم بعيش هذه الأزمة لانه في عدد كبير من الموظفين طلع التقاعد بالسن الماضي وما قدرنا نقمن بديل لقلون مشان هيك الفواتير عم تتراكم لانه قدرت المكتب على التصفي وعلى انجاز المعاملات عم بتكون قليلة نسبة لحجم المعاملات الموجودة فيه من هيك التأخير يعني بس 11 شهر مش مش كتير مثلا يعني فعلا هو تقريبا 11 شهر للفردة يعني فيه في محلات التأخير عم بكون أكتر خاصة لما يكون فيه مؤسسات وفيه عندها مندوبين نحن فيه يمكن مسلك عمل سريع عم نعتمده للأمراض السرطانية والأمراض المزمنة والباهزة التمن هاو دي بنعطالهم مسلك عمل سريع بزار في شهر أو 15 يوم أو شهر مفروض يكونوا يقبضوا تشاكات وباقي ما تبقى يعني للأسف يعني هيدا الإمكانيات الموجودة عندنا نحن عم مستغلة لأقصى حد ممكن إنما دايما يعني مثل ما نقول أنه الموارد البشرية ما عم نقدر نوظف نتيجة القرارات اللي اتاخدت بالحكومات السابقة أو بالحكومة الحالية بمنع التوظيف وهذا اللي عم بيخلينا أنه يعني المعاملات عم تتراكم بالمكاتب ما عم نقدر ننجزها أستاذ شوقي ممكن الاستعانة بمكاتب ما فيه ضغط قد ضغط جوني مثلا يعني حاكينا بفترة سابقة نعمل هذا الموضوع وننقل معاملات من مكتب لمكتب بس اليوم صارت كل مكاتب الضمان عم بتعاني من هذا الموضوع يعني بطل فيه إمكانية نقدر يعني تقريبا فيه حاجة لموظفين وفيه حاجة لأطباء كمان لأنه كل المكاتب صار وضعة متشابه يعني فيه مكاتب ممكن أقل شواء المكاتب البعيدة بالمناطق البعيدة وبالجبال يمكن الضغط فيها أقل بس إنما التأخير هو وينما كان عم بيصير بكل المكاتب بتتفاوض بين ثلاثة شهر وستة شهر وسنة حسب المكتب مثل ما أنا والكسافة السكنية الموجودة فيه يعني استشوق الموضوع بده يتفاقى مدام ما فيه توزيف يعني الحل فقط بالتوزيف أو فيه حل آخر لأنه مش عضية بس موظفين في عضية أطباء كمان تعاقد مع أطباء لا أولا هذا الموضوع ما بتأثر الأطباء المرائبين طبعا أكيد يعني لما نحكي نحن عن الشغور عم نحكي عن كافة المستويات عن الموظفين وعن الأطباء المرائبين بالضمان بس مشكلة الأطباء المرائبين يمكن بتضل أهون شواء من مشكلة الموظفين اللي هني بقوموا بعمليات التصفي والمرائب يعني إنجاز المعاملات طبعا الضمان الصحي الموضوع المرائب الطبية يمكن بعض الأحيان عم بيتأخر بس أنه عم نجرب نحل الموضوع لأنه هذا الموضوع منه بنفس أهمية موضوع إنجاز المعاملات اللي عم تتراكم ولكن يعني ما في حال إلا بالتوزيف والتوزيف ممنوع مضبوط يعني الحل الوحيد المتاح قدامنا أو الحل الأفضل هو أنه ناخد موظفين جداد وهذا هلأ يعني بالوضع الحالي صعب شوي نحن طلبنا وعن نطالب أنه يكون فيه استثناء للمؤسسات اللي بتقدم خدمات للعالم مثل الضمان الاجتماعي من هذه الأرارات من هذه الأرارات إن شاء الله يعني المسؤولين يستجيبوا أو ممكن نقل يعني نقل موظفين ممكن استشوق نقل موظفين من إدارة لإدارة إذا فيه تخم بإدارات معينة كمان نحن جاهزين إذا فيه عم نحكي عن نقل موظفين من إدارات يعني هذي بدأ تدريب معينة وبمشيطها كمان نحن هذا الموضوع يعني منفتحين لقلو يعني إذا فيه إمكانية ينقلوا من غير إدارات أو مؤسسات معنا مانع فيه مشكلة شيء هلأ بالأدوية يما كله مأمن يعني وزير الصحة اليوم طمعا إنه الأدوية المستعصية هي مأمنة عند الضمان كمان مأمنة يعني بالمبدأ نحن ما عنا أدوية خاصة فينا نحن المريض هو بيجيب الدواء من الصيدلية اللي بنقية يعني هو بنقية صيدلية وبيجيب الأدوية منها لحد يعني اليوم ما عم بيجينا يعني أي شكاوة أو أي يعني معطيات إنه فيه أدوية مفقودة بالمبدأ يعني لحد اليوم الأمور ماشي ما دام يعني أنا عم بستفيد اليوم من إطلالتك معي كمدير مالي كمان بعرف إدياش فيه اليوم إذا نحكي عن 160 ألف عامل هاودي ترك وأشغال وما بعرف إدي فيه منه المضمون إدي لا إدي قادر الضمان اليوم إنه يصفي تعويضات أو يعني زادت نسبة الطلبات تصفيذ التعويضات بس بشكل مقبول يعني هيدا الأعداد اللي عم بنحكي عنا يمكن فعليا بعد مصر فيه عملية ترك أو عطوهم انظارات بالترك أو عطوهم مهل جاران أو 3 شهر للترك نحنا فعليا كمان بموضوع نهاية الخدمة عم بصير فيه تأخير إنما تأخير محدود كمان ناتج عن الموارد البشرية وعن زيادة الطلبات نسبيا عن السن الماضي أنا بشكل مقبول يعني ما في زيادة اللي فينا نقول إنه زيادة كتير كبيرة مثل ما عم بنحكي 160 ألف هذا الرقم نحنا عنا بعد ما ما ترجم عمليا بالضمان بعمليات الترك أو بعمليات التصفي بانتظار الأشهر المقبلة نشوف كيف رح يصير الوضع يعني عكل حال يعني نحنا بنبقى تواصل معك استيشوئي أبو نصيف المدير المالي في الصندوق الوطن ضمع الاجتماع عند كل جديد يعني عند الناس اللي بتسألوه أنا بشكرك بتمني لك لألك لكل العاملين معكم طبعا سنة خير وبركة شكرا لألك طبعا مشاهدينا بنناخد اتصالاتكم على 0444444 بياخد أول اتصال لليوم ألو ألو نقطع الخاطي ممكن لأنك نطولنا تلا أخدنا بحيب معلشي معلشي سنة لا أنا معك تفضل ما بدي أخرك ألو ألو تفضل يعطيك العافي أهلين عندي سبب عم بحكي من المنصورية عندي سبب زفاتولي الطريق من 3-4 سنين من حد البلدية لجول الشمال هلأ محفور إلى سنتين عم نحكي مع البلدية ألو ماي ماي يعني نحنا زفتناي لك الطريق بعوال 3-3 سنين تخربط الطريق هلأ يصير بدأ تدخل تاني زفتو وين بالمنصورية؟ وين البنك تحت تحت البلدية من البلدية ولا أولا الشمال فاول بنك كده خلينا نشوف صار عندي كم شغلة هيك لباليدة المنصورية هلأ لأقل لك تسفيت بهذا التأس ما أنه مظبوط يعني ما فيه واحد يزافت بهذا التأس بس خليني شوف خليني شوف إذا فيه التزام إذا قادرين إذا فيه إمكانات وبجاوبك أهلا وسهلا فيك يعني أبسط شي المواطن يكون طريق اللي بده يسلكه على بيته أو على شغله تكون مزافته فيه كل الشروط هذا أبسط 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 شي ممكن يطلبه الإنسان يكون عنده ماء يكون عنده كهرباء بانتزام يكون عنده طريق سالكي بكل شروطة يكون عنده استشفى صحي ممكن هيدا أبسط الأمور يلي أقله تكون مأمنة للمواطنين ولكن للأسف فيه تراكمات كتيرة من سنين مش بس من سنة 2019 ومع ترد الوضع المالي والاقتصادي والحال اللي عايشين فيها أكيد بدأت ترتاد سلبا على المواطنين هذا شي طبيعي من هيك كلنا بدنا نتفق مع بعضنا عندما نقدر نحلح العمور شوي شوي حتى هالمواطنة يرجع يكمل حياته بطريقة القليلة تكون يعني مقبولة ما بقى بنطلب غير المقبول أقله ليصير في عنا حكومة ونرجع ننهض بالبلد بيخد اتصال تاني ألو 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 بونجور إيه بونجور ياركي في العاشي أهلا أنا حابت كلمة للدمان إيه أنا بالتغري أنا دمان اختياري نعم بعدها في موظفين كتير ونروح ملعيهم أعديل بعدما أنا فاطلة فدمان اختياري بعد سنتين أنا بكون فاتوتة عسنة نروح بعد سنتين أوكي بقولولي أي فئة عبود شوي بيجي بقولولي لا مش عامليني كل ملاف باستيكي أنو سنتين مش عامليني الملسة وأقبض أنا كاختياري وفي علد موظفين أنا لا استمعتلي حضرت الإستاذ عم بقول أنو مفيش موظفين بس ببتغريين في موظفين بيكونوا قاعدين وبتروحي بتلاقي أنو لا عم بيعمل لك ورائك كل شيء من هيك قلتلو من هيك قلتلو الإستاذ شوئي أنو ليش ما بتستعينو بالمراكز يلي ما عنده ضغط قد المراكز يلي عليها ضغط ما عنده ضغط بس ما يعلمنا ورائنا ما هذا اللي عم نقوله هذا اللي عم نقوله إذا فيه مر مية بالمية وبتروحي بربخ وربخ ونجميلة عم بياخدوا الدواء مني إيه للأسف يعني أنا حبات كتير هالمداخلة مع الموديل لأنو منجرب ندق على بيروس ما حدا بيرد علينا نحن على كل حال رح نوصل كمان هذا الموضوع على كل حال إن شاء الله بإطلالة تاني منرجع بنحكي كمان هذا الموضوع أهلا وسهلا فيك اتصال آخر أهلا 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 تفضل مرحبا أهلا مرحبا الله يرضى عليك في عندي شاكوة صغيرة ايه نعم أنا عاملة عملية مبوالي خارجية نعم وبجيب الغراض من الكارانتينة نعم وهلا صارنا يعني من أول اللي صار هالأحداث ما استلمت شي نهائيا دل فلنو بيقول ما فيه وما فيه وما فيه وحق العلبي خمس حبات حقه سبعين قال لكن أنا صراحة وقالي ما لي قدرة يعني قسي هالشي نعم لخبرك يعني اللي قاله وزير الصحة ببيان طلع مبارح إنه عم بتمن للأدوية المستعصية اللي بتأمنها الوزارة هلأ هيد المستلزمات اللي حضرتك عم بتحكي عنا ما عندي علم يعني أنا رح اسألك وجاوبك إذا موفرين أو مش موفرين وقامتها بيتوفروا إذا لا يعني رح حاول اسأل بهذا الموضوع كمان بس بدك تمهليني للتلاتة لأنه اليوم آخر الأسبوع بكرة ما فيه المساكرة الوزارة التنين عيد الميلاد عند أخونا الأرمى الأورتوديكس والاغتاص بقى رحت للتلاتة لأقدر أعرف شي وجاوبك أهلا وسهلا فيك فاصل ومنتبع منتبع الحال عنا عبر الام تي في بيخد اتصال جديد ألو؟ 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 أهلا؟ ألو؟ ألو؟ بونجور؟ بونجور أهلا؟ نعم أهلا بارثة أنا زفيك تساعديني أنا زال ما عندي محال بمنطقة المتن أوكي وصر إلي شي سنة وثمانة شهر يعني قبل وصف من الخبرة النيادية يسكر لي المحال رئيس البلديني لأنه صر عندي ديسك أنا وصف أعطي أجري كنتم أجره لأشخص كنتم أجره لأسوري لا الموضوع أنه نعم الموضوع أنه لأنه في مشاكل أنا وصاحب ملك من الأسف موقت ما اشتريت المحال بس خلفت له حقه بصرف سنة فلاشت مشاكل أنا وياه بعد من اليوم أنا وياه بالمحال هلأ هيدا لحظة هلأ المحال خليني المحال هو ملكك صار؟ نعم نعم منو ملكك؟ منو ملكك؟ سجلته شو سجلت؟ صار ملكي سجلته سجلت بالمحكمة محكمة سجلتلي أوكي هو صعد ملك مالقابلة سجلت محكمة سجلتلي شو سجلتك؟ اللي ربحت على يديها وكلهم بس جاي البلدية وبتشوف بصار في بلدية لأنه هو بنتخب بالمنطقة لا سؤالي سؤالي شو سجلت؟ ما فهمت شو سجلت؟ سجلت المحل محل صار بإسمي أنا معي صار يعني صار ملكك؟ نعم نعم ملكك اوكي ايه وين المشكلة التانية؟ اذا ملكك شو المشكلة مع البلدية؟ نعم مشكلة التانية انه رأيه صاحب الملك بيقلي انت ربحت علي بالمحاكم بس جاي البلدية ومنشبش رح نعمه بس صار في بلدية عنا مستحدثة بيتفرق وصع الممدن في ناعه بالمنطقة سكروا لي محل وكم محل بس بعد فيه باقة اللون فيتفين وانا ظلمي قانوني ومعي رخصة وعمل لي وعمل كل شي كده هلا انا على الهواء يعني بده كتير تفصيل هايدي القصر ترك لنا رقم تليفونك لنحكي معك لنشوف نحنا اي بلدية واذا نحن نقدر نساعد لنحنا بهمنا كمان ما تقفل ارزاء الناس يعني لا بلدية بتقبل ولا حدا بيقبل حدا يسكر او يوقف برزق حدا عرفت خليني انا ما بقدر لك جواب ولا جواب هلا غير ما احكي معك لاشوف معايا بلدية وشو المشكلة واكيد منساعدك اهلا وسهلا فيك كمان انتصال بونجور كيف صحتك اهلا تفضلي اذا بتريدي انا صلي ستة سنين بلا شغل انت شاب عم تحكي معي شاب صحيح اي 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 صلي ستة سنين بلا شغل شو بتشتغل شو بتشتغل انا عامل بزنس مانجمنت اوكي اشتغل تسويق مبيعات اوكي اشتغلت كذا شغلي وعمشتغل شوفير بس هلا قاعد بلا شي عندي ابني معه سكري بياخد انسلين وعندي مرتي مع سكري كمان بياخد انسلين وعندي اجار بيت ومني قادرة يعني الديون صارت امراكم علي بشكل منو طبيعي الديون بيتمنى بدني شغل بدي شي وين ساكن مستوى باية منطقة انا بالكورة ساكن بالكورة يعني انا بتمنى يعني بعرف اليوم اديش الوضع صعب بس اديش في نسبة تعيش بكارمتها بالنتيجة لان احنا بلبنان ما عنا نحنا نظام انه يلي بترك شغله او بعاطل ع العمل الدولي بتعود عليه بشغل او بمبلغ معين تيسيسر امولي حين ما يصير عنده شغل للأسف نحنا ما عنا هيدا النظام نحنا نظامنا تركت شغلك روح دبر حالك ما فينا نقول للعالم هيك روحوا دبروا حالكم لانه بدون يعيشوا بكرامتهم وقلنا عم نحول الناس لمجرمين وهيدا يلي ما كلنا بنرضى انا بتمنى يعني اذا في حدا بالكورة بحاجة لشاب يسوق او يكون بحاجة لشاب يشتغل عنده يتواصل معنا رح ناخد رقمه لهالشاب هيدا اذا بتحب تعطي رقمك على الهواء ما عندي مشكلة هيدا شي بيرجع لك بعدك معي ايه بعد ماك عم تسمعك بدك على الهواء تحت الهواء اعطينا رقمك اذا حدا حابب يوظف حدا او عنده شغلة معينة بلك بيتواصل معك اوكي سبعين سبعين خمسة ستة سبعة خمسة ستة سبعة خمسة واحد خمسة خمسة واحد خمسة فاذا انا متعلم معي شيء جامع يعني نعم نحن رح نرجع ان شاء الله نكون لقطنا الرقم نرجع نحطه على الشاشة اذا حدا بالكورة او بدواحية بحاجة لشاب عمل بزنس مناجمنت معلم وقدر يشتغل وظيفة حتى يأمن على قليل الانسولين واجار البيت بيكون هيدا شيء كتير مهم بيكون عم نعمل عمل كتير منيح كمان اتصال نحن عم نحط الرقم على الشاشة مرسي دوريس مرسي بالراجي انه ضغل لقطنا الرقم عم نحطه على الشاشة ورح نتركه شوي حتى الناس اللي حابة تاخد الرقم اتصال اخر اهلا بونجور اه وحياتك انا بدي احكيكي وشان اه خط تليفون عندي مقطوع بمنطقة عين الرماني صار له اكتر من شهر ونص تليفون سابت تليفون سابت اي شو بلغت انت عنه اي مئة مرة صارنا نبلغين محلينا في تليفون غير خطك انت بالبناية او شيء بالبناية ما فيه بس ردهم لقلهم لأجاره انه فيه كابل مضروب اكتر من الف خط رايحين اه ناطرين قال الدفاع المدني اللي يجي نظف مجريب لحتى اللي نقدر من اه داخلي داخل الصرف الصحي مع الماء مع اله بخط وين هاي دي وين وين بي بعين الرماني بعين الرماني من اي متى صار له شهر ونص انا قاعد شهر ونص عم بشتري انترنت عالسلولار لأولادي بالجامعات لحتى اللي انا هني مر حدا يتحرك منه ويشتغل وين زل ينظف لا بدي شو شو قضية هالكابل يعني الف خط مش خط واحد اي 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 تركلي رقمك كمان ياللي معطل هيك تا نقدر نحكي فيها الاسبوع المقبل اذا قلره اي انه مضي اشتر منهم بيباعك الفوتير عالتجي الفوتير على البانك بروح بيقبضوه نحن ندفعه قبل خمسة عاش من كل شهر ولكن قبل اربعة ايام من كل اخر سنة بوافو سنديق عرفت؟ اي وليس اتطرف بسرعه لتلون انا قطل بخطه جديد بيجي احسن بيجي اسرح بيعطولي بيعطولي غير مرجع تاني حتى اذا فيه اعطال ببعد السنترالي يبلغوا قبل بوقت يعني مش انو مية بالمية يبلغوا يعني مش متل ما صار فينا بقاطلياس الاسبوع الماضي يعني هيك عاش بيك صغير قالونا نعم نعم روحوا على جديدي لانو عنا عطل نحنا ما نعرف ايمطة بي بصالحوا عاك الحال خلينا لا أسبوع الجين شوف شو قضيت هالألف خط هالكاب الهيدا ومنحكي كمان اتصاد علو علو أهلا يعطيك العاشر أهلين ماطر بعمل الاتصاد اي اي انا معك عم بقلك اهلا تفضل شو عندك احكي مشان المصارف ومصر في لبنان اي بعرف المشكلة يعني شو بان اعمل اه صار معك شي معين؟ او متل ما الكل عم بيعاني هلا ما عم بقدر يسحب مصرياته متل مبدو هي هي هاي ده المد اول مدعك مع بقدر يسحب مصرياته الشغل التاني طلبت بيعطوني تشاك بونكير تشاك مصري نعم معات شو؟ بيعطوا بس للمستفيد الاول انا شو استفدت منه الشاك؟ انا اذا بدي يصري فايدة تشاك ما بيتصرف بدي ينفتح في حساب وفي اي بنك بتروحي بدي يحيزوه ستة شهر يعني الحساب مجمد ستة شهر يبلش ويرجعوا يعطونا منه ميتين دولار كل اسبوع شو هو شو هالفروسيديا اللي ما هتنبينا شو هو القرار مصري في لبنان بدي ما في نقاط لك هدا موضوع شائق جدا لدرجة انه الكل عم بيعاني الكل الكل ما في حدا ما عم بيعاني اللي معه مليارات واللي معه ماشي اللي بروح بس تاعمل معي ما لو يدفع بقى ان شاء الله ان شاء الله اول شي بيصير في اجتماع جديد بين جمعية المصارف ومصر في لبنان ليتفهوا على حل معين على طريقة على قلية انه ما فيه كم الوضع هيك كل ماله عم بسوق نحنا كنا منتمنى يكون في عنا حكومة اليوم قبل بكرة وحكومة اقتصاصيين حتى تحطوا الامور بنصابة الاقتصاصي دون تدخل سياسي او تدخل تاني خيكونوا اقتصاصيين مسكن البلد لنعرف بانطلع من هالأزمة الطويلة لما باعرف ان شاء الله ما تكون طويلة بس ما بقدر اعرف شي متلي متل كل الناس بعرف قلق الناس على تعبه على مصرياته على خصوصياته ونحنا كنا منتغنى بالنظام المصرفي في لبنان ما ننسى هذا الموضوع ان شاء الله بكون في الية جديدة اخف اذا بدنا سلسة اكتر مبسطة اكتر للناس تتاجع تنتظم الامور بالمصارف بينهم وبين الموضعين كمان وبين الناس اللي يعني بالنتيجة بدأت تعمل اشغال اليومية ما فينا نقعد بلا بانك وبلا مصاري البلد بده يمشي بالنتيجة ما فيه الواحد هيك يعيش من المي وبس لا ان شاء الله باخد صورة اليوم هذه الصورة يعني هي مصورة بالليل صحيح بس يمكن نبين شي منها انفجار اصطر الماي بانطلياس ويمكن هيدا هو كابل الماي يعني الاصطر الي حكينا عنه خط ال 1200 يلي بيتغزى من محطة لطباية الرئيسية ويلي بيعطي ماي لساحل المتنة ولثالة الخيات ولا برجع ابي حايدر برجع بقول انه بلش اصلاح هذا العطل يلي على هذا الخط وفيه سيارة وقعت يعني كمان نتيجة هذا الحادث اللي صار ان شاء الله مايكون حدا صار له شي ما بعرفشو اهميته الحادث لانفجر الخط الاساسي ال 1200 هل كان فيه ضغط عليه اكتر من الزوم نفتح تحقيق بالموضوع هيدا كله بالانتظار اكيد ولكن الاهم انه ان شاء الله بيكونوا سالمين يعني ما صار فيه اصابات وبالتالي ان شاء الله بكرة ترجع المي لمجرية واذا فيه من تقرير انه ليس صار هيك كمان الناس بتحب تعرف بعطيكم نوعد نهار التنين على امل يكون عندكم هيد اسبوع دافي مريح وبالتالي ان شاء الله تنين من عيد سوا عيد الغطاس وعيد الميلاد عند الارمن الارتو دوكس بتمنى لكم اكيد اعياد سعيدة وبأمل ببكرة افضل بكتير الى اللقاء